اشتركوا في القناة 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 شلت دسلة وعوضت عنها بالضمير وطبعا مكان الضمير زي ما قلنا قبل كده انه دايما بيقع قبل الفعل لاحظت طبعا ان الضمير ج حزفنا ا وحطينا مكانها ابوستخوف منحتني عفوك انا مدين لك بهذا شلنا هذا وحطينا الضمير نيجي بعدك للحالة الخمسة الضمير او يحل محل المفعول الظرفي السببي قمليمون سيخونستانسيال دو كوز هنشوف المسال إلا يو لغم إلا نتيعفبلي يعني هي اصيبت بالزوكام وبسبب هزا الزوكام حدث لها ضعف في جسمه إلا تيعفبلي الاسد كان كده إلا تيعفبلي اكوز دو ست مالات شلنا اكوز دو وعوضنا عنها بالضمير فيكون كده إلا يو لغم إلا نتيعفبلي هي كانت مسكوما وبسبب الزوكام ده حدث لها ضعف في جسمه الضمير او يحل محل المفعول الظرفي للوسيلة كمبليمون سيخونستانسيال دو ميان إلا فخابي سونوفون عفك سوباتون ضرب طفله بواسطة هذه العصة طيب ده مفعول الظرفي للوسيلة لأنه بواسيلة العصة ضرب ابنه بها خلاص يبا دي وسيلة هنشوف كده الاسم معانا مسبو أفك في الحالة دي بشيل الاسم وبشيل أفك وبعوض عنهم بالضمير طيب في الحالة دي لازم ناخد بالنا ملحوظة مهمة جدا احنا قلنا قبل كده أن موقع الضمير دايما بيكون قبل الفعل طيب ده بالنسبة للأزمنة اللي هي البسيطة بيسموها le temps sain طيب بالنسبة on si concern le temps composé في بالنسبة للأزمنة المركبة دايما نضع الضمير avant l'auxiliar قبل الفعل المساعدة نشوف هنا طبعا ده في زمن passé composé في زمن الماضي المركب خطينا هنا الضمير قبل l'auxiliar بتاعنا طبعا avoir وطبعا لو كان l'auxiliar حاجة تانية هو الفعل اتخ الauxiliar اتخ في الحالة دي هنحطه قبله أيضا يبقى في الأزمنة البسيطة هنحطه قبل الفعل في الأزمنة المركبة هنحطه قبل الفعل المساعد بتاعنا الضمير 1 يحل محل اسم مسبوء بصفة عددية remplacer non precede d'un adjective numeral هنشوف الأمثلة vous voyez 10 personnes non nous envoyons 7 seulement نحن نرى 7 فقط هل ترى 10 أشخاص لا نحن نرى 7 فقط نحظ هنا في المثال الصفة العددية طبعا واضحة جدا اللي هي 10 والمعدود معاها اللي هو pechson هنشيل الاثنين دول وهنعوض عنهم بالضمير on طبعا ما كانوا قبل الفعل زي ما قلنا قبل كده ونبهنا واستسنينا من العدد ده معدود آخر اللي هو سبع يبقى بنشيل العدد الصفة العددية وبنشيل الاسم معاها وبنعوض عنها بالضمير ونستسني العدد من المعدود نحن نرى منهم من العشرة دول سبع فقط نشوف مثال آخر المي دو بغسلي المي دو بغسلي هنشوف الإجابة oui المي دو شلنا المعدود وشلنا الصفة العددية اللي بتسبقوا طبعا ده اسم وده الصفة عددية شلنا الاتنين دول ووضعنا الضمير اللي بيحل محلهم قبل الفعل طبعا زي ما نبهنا قبل كده واستسنينا من العدد ده من العدد ده معدود آخر طبعا في صيغة الإثبات هيبقى نفس العدد أما في صيغة النفي لا مش هيبقى نفس العدد هيبقى نفي كامل لا لا ترتدي شيئا من هذا خلاص نلاحظ برضو هنا طرفي النفي زي ما قلنا قبل كده ونبهنا في المثال السابق انه هو بيجي بعد الطرف الأول وبرضو الفعل بيجي وراء طبعا بيجي قبل الفعل وهنا الطرف الأخير لطرفي النفي لا ترتدي شيئا منها طبعا ما فيش استثناء في الحالة دي من المعدود ده لان لا ترتدي شيئا عشان أستسني شيئا فلازم يكون في عدد موجود عشان أستسني منه شيئا ما أنا نفيته بالكلية مثال آخر أنا لدي ثلاث قواميس أنا لدي قاموسين فقط كالعادة الصفة العددية والاسم الذي يليها هنشيله هنعوض عنهم ونحطهم قبل الفعلة تمام وهنستسني من المعدود عدد آخر اللي هو ده هناك ثلاثة استسنينا منه عدد واحد فبقى بدل الثلاثة اتنين وبقول فقط طبعا هنا للتأكيد نشوف بعد كده في حالة النفي جونو نيبا أنا لا أمتلك أي قاموس طبعا ما فيش هنا في الحالة دي أي استثناء من المعدود لان أنا نفيت العدد بالكلية دي حالة نفي تاني شكرا أنا ترجمة نانسي قنقر أین طريقة أينشظر يجرب ترجمة نانسي قنقر